بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين فترة أسئلة خدمة يوم السلساء 15 يوني 2021 ونبدأ مع بعض الجزء الأول من أسئلة أسازتي وأخوات الأحباء في اليوتيوب ربنا يبارك حضراتكم جميعا وكل سنة وحضراتكم طيبين سؤال الأول أستاذة مهة نعمة وسلام رب المجد لحضرتكم وكل أسرتك يا رب أشكرك جدا على كلامك شرح لماذا أراد الله أن يقتل موسى في سفر الخروج وهو ذاهب إلى مصر مع زوجته وأولاده أشكر حضرتك جدا أخت العزيزة على سؤالك الموضوع ده يمكن عملناه تفصيلية لو حضرتك رحت إلى سفر الخروج إصحاح 4 هتلاقي الموضوع فهوريد حضرتك في الموقع إصحاح 4 كيف يريد الله أن يقتل نبيه وهتلاقي فيه تسجيل فيديو ولكن الإجابة باختصار شديد لغاية ما تستمع للفيديو ما فيش عسمة للأنبياء اللي بيخطئ ممكن يعقب ربنا ويوضح له ربنا أنه هو يستحق القتل يعني ربنا طبعا ما قتلش موسى ولكن وضحه أنه هو في الخطيئة دي يستحق القتل الحاجة المهمة أنه زي ويتكذاب موضح أن الذي يعرف أكثر يجاذى أكثر فموسى اللي يعرف أكثر يستحق عقاب أكثر ما عندناش عسمة للأنبياء وربنا ما عندناش بيحط حجة لو نبي أخطأ ده الموضوع باختصار شديد جدا فالقصة أنه هو ما ختانش ابنه ويدا يستحق أن يقطع من الشعب زي ما قال الكتاب المقدس بوضوح من سفر التكوين صح 17 وموسى عارف الوصية دي فخطية موسى في عدم ختان أبنائه ده كان ربنا وضح له نستحق العقاب عنها ولكن ربنا اداله أيضا المخرج منها في موضوع عريس دم اللي فعلته زوجته معه لكن عايز الموضوع تفصيليا بالأعداد الكتابية المؤكدة هتلاقي حضرتك في الملف ده في سفر خلوج صح 4 ربنا يبارك حضرتك وأشكرك جدا على سؤالك وبرده كل سنو حضرتك طيبة بعيد الصعود ربنا يبارك حضرتك أستاذ شنود نعمة وسلام رب المجد بتقول بعدت سؤال أسبوع الماضي أرجو الرد عليه وكان عن إن كل من أخذ التطعيم هيموت فيه خلال سنتين وهيكون الجسس في الشوارع بالملايين وعن سد النهضة للحكومة طيب أخويا الحبيب يعني طبعا لا أقول إيه أجاوب على إيه أنا ما أعتقدش الكلام ده وأرى إن دول أصحاب نظريت مؤمرة اللي يقولوا الكلام لا التطعيم ما فيش حاجة يعتقد أن هو يموت الناس وتكون جسس الناس في خلال سنتين اللي قال الكلام ده جابوا منين وإيه أدلته العلمية عليه فمعليش طبعا ما جانيش السؤال ده لأسبوع اللي فات واصلا الأسبوع اللي فات ما كانش فيه فترة أسئلة أنا كان فترة الأسئلة يوم الأحد ولكن أخويا الحبيب يعني أعتقد الكلام ده مبالغ فيه جدا وده نظريت مؤمرة من سؤال الثاني حضرتك بتقوله عن سد النهضة الحكومة والإعلام بيطمننا جدا ولكن خايف لا يكون العكس وفعلا مصر هتعطش ونتشتت في العالم كله وأشكرك من كلها أنا اللي أشكرك عزيزي بص أنا معرفش إحداث سد النهضة هترسي على إيه طبعا هي ما تطمنش ولكن معرفش هتنتهي علي هي مصر هينشف نهر النيل هينشف قريبا بعيدا في سجلنا في أجيال فيما بعد معرفش أخويا الحبيب فمصر هتعطش وحتتشتت وحنرجع أو هيرجعوا الأجيال القادمة في زمنهم بعد فترة تشتيت ده قالها الكتاب المقدس فيه أشعياء بوضوح شعياء 19 وحسقية 29 و30 لكن هل هيكون بسبب صد النهضة؟ معرفش هل هيكون في جلنا؟ معرفش قد يكون في جلنا قد يكون في أجيال القادمة قد يكون بسبب صد النهضة قد يكون صد النهضة؟ لا مش هو السبب فطمن نفسك أخويا الحبيب لأنه إلهنا اللي سبق وأخبرنا هو سبق وقال لنا نحن ما نخافش وهو اللي سبق ووعد أنه حيحافظ علينا وحيرجعنا وحتبقى أمة مباركة لأنه حنكون فعلا شعب المسيح ما فيش أي سبب أن أنت تخاف أخويا الحبيب طول ما انت واثق في ربنا ربنا يبارك حضرتك ويحافظ عليك وبرضو ارجع للموقع على أشعياء 19 وحتلاقي التفسير النبوة ربنا يبارك حضرتك أستاذ كيرولوس نعمة والسلام رب الماكت بتقول شخص مصلم طرح شبه بيقول أن اليهود عندهم المسيح ابن يوسف يوسف الصديق ابن عقوب أشكرك أخويا الحبيب والموضوع ده ذكرته في عدة موضوعات تفصيليا اليهود بعض اليهود الحداسة وليس كل اليهود على فكرة ده بعض من اليهود عندهم لما شافوا النبوات يوجد نبوات المسايا الملك القوي اللي حتى إعلانات واضحة عن لهوته وشافوا المسايا المتألم رجل الألام بتاع مزمور 22 وعشعياء 53 بعض اليهود ما عرفوش يوفقوا ما بين الاثنين فعمل ايه اليهود دولة بعضهم وليس كلهم اخترعوا حاجة غريبة اخترعوها وهي ايه ان يوجد يوسف ان يوجد اتنين ميسايا ميسايا ابن داود ده الملك المنتصر العظيم ايه الي ايه الي ايه الي لكل نبوات القوة عليه ويوجد قاسف الميسايا المتألم اللي هو اللي جاي من ناس ليوسف ده اللي قالوه عصى يوسف خلينا اجيب لحضرتك العدد اللي الكتاب المقدس قالوهم من الاول ان الكلام ده خطأ لو رجعت لصفر حسقيال 37 هتلاقي بيوضح لهم انه اللي انت بتقولوه ان يوجد عصى ليوسف وعصى ليه اليهوزة اللي هو المسايا ابن داود من صبت يهوزة والمسايا ابن يوسف من صبت يوسف لا دول عصى واحدة دولها ميسايا واحد ده بيقولها وبيشرحها ربنا في حسقيال 37 لانه عارف ان اليهود هيخطئوا لكن اه بعض اليهود عندهم اتنين ميسايا عشان معرفوش وفاقوا ما بين نبوات الالام ونبوات القوة والمجد ده كله فمعرفوش وفاقوا فقالوا يبقى القاوي ده ابن داود والمتألم ابن يوسف لكن ده خطأ ولو رجعت لحسقيال 37 هتلاقيين شريحة بشيء من التفصيل في الموقع ربنا يبركك اخويا الحبيب استاذ بيب ونعمة وسلام رب المجد بتقول هل بركة الله لإسماعيل تؤاهل محمد للنبوة لا اخويا الحبيب الكلام ده غير صحيح بالمري وما هو التفسير هذه الآية قوم يحمله الغلام وشد يديك لاني ساجعلك أم عظيمة بص ربنا كان واضح في من بداية سفر التكوين 17 خليني أورح لحضتك لو عايزت الرد على الشبه دي تقدر توصل لها ازاي سفر التكوين صحيح 17 ستلاقي الرد عن الدعاء وعد ربنا لإبراهيم بمباركة اسماعيل هو نبوة عن الإسلام الكلام ده خطأ معايا فده ربنا فقط أسف في بحاجة ربنا فقط بيقول لإبراهيم إنه اسماعيل ده حباركه وحيخرج منه 12 صبت وده اللي حصل فعلا اسماعيل ربنا بارك فيه وخرج منه أصباط اللي هو قيدار والنبيوت والكلام ده كله وكانوا فعلا واستمروا فترة طويلة من زمن ما بعد اسماعيل لغاية مجيء نبوة خزنصر ونبوة خزنصر قضى تماما على خيام قيدار ده باختصار شديد جدا ففعلا ربنا وضح وضح إنه اسماعيل ربنا علشان غلاوة إبراهيم عنده حيبريكله فيه وفعلا طلع قبائل قوية من اسماعيل قيدار وإبقيل ومبسام ومشمع ودوم ومسا ويحضار والتيمة ويطور ونافش وقدمة ودولة كان كل واحد فيهم لقائد وكل دولة كمان بعد كده كانوا موجودين لغاية زمن نبوة خزنصر وزمن نبوة خزنصر قضى على كل خيام قيدار وكل الحاجات دي كلها ده باختصار شديد أخويا الحبيب تقدر ترجع للملف اللي قلت لحضرتك عليه في تكوين 17 وتستمع إلى الفيديو هتلاقي فيه الإجابة التفصيلية أما الجزء الثاني من سؤال حضرتك قومي أحمل الغلام وشدي يدك به لاني سجعله أم عظيمة بيقولها طبعا يعني نرفع الغلام اللي هو خلاص انخرط قوته علشان كان عطشان مش لاقي مياه يشربها فربنا بيقول أيوها جعله أم عظيمة وده برضو نفس اللي حصل وفعلا نسل إسماعيل أصبحوا 12 أم من قبائل قوية وكان ليهم سيطرة ويتحدوا كمان مع بعض المديانيين وهما دولة حتى للسرق يوسف أو لأخذ يوسف وبعوه لمصر الفطفار وواضح أن كانت التجارة بتاعتهم قوية وغنية وعندهم كماء الكبير وقبائل قدار بقت فعلا فعلا أم عظيمة لغاية مجيء نبوه خزنصر اللي دمرهم بالكامل ده باختصار شديد أخويا الحبيب فالتنين لا يوجد أي ادعاء أنه يوجد نبوة هتطلع من نسل إسماعيل لن تجد هذا الكلام بل الحقيقة اللي تستشهد بهذا الأمر ويرى نبوات أشعياء اللي بيتكلم فيها بوضوح عن انهيار واختفاء تماما قدار وعشان كده بعد كده ما سمعناش عن قدار بعد زمن نبوه خزنصر يؤكد الكلام اللي قاله ربنا تحقق وبيه أقوية وبعد كده كلام ربنا تحقق أيضا وانتهى تماما قدار ابن إسماعيل وهذا الأمر خلص ده باختصار شديد أخويا الحبيب لو كنت تقصد موضوع احملي الغلام طبعا هاجر مش مقصودا هي تشيل الغلام عليك تفاهم احمليه يعني قويمي عايز لما تمدي إيدك لحد يكون ساقط ومش قادر يقوم فتساعده يقوم ده ده المقصود لو عايز هذا المأمر برضو تقدر ترجع لسفر التكوين صاح 21 وحتلاقي الرد على شبهة كيف تحمل هاجر إسماعيل على كدفها فاللي بشرح فيه المقصود أن هي تشيله هيلة بيلا على كدفها لكن المقصود أن هي فقط فقط أن هي تساعده أن يقف من الأرض ويتحمل على كدفها زي أي حد معيا فواحد تاني بيساعده بيتحمل على كدفه ده هتلاقي الرد هنا أيضا أخويا الحبيب ربنا يبارك حضرتك وأشكرك جدا على السؤالين وأتمنى أكون فهمتهم صح وأجبت حضرتك باختصار لكن الملفات التي قلت حضرتك عليها ستجد الإجابة تفصيلية ربنا يبارك أستاذ ديفيد نعمة والسلام رب المجد كيف نرد على المسلمين عندما يقولوا أن يوجد اختلاف عدد أصفار كتاب المقدس مجاوب عليها النهاردة في الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه فهتجد الإجابة بشيء من التفصيل وأيضا ارجع إلى ملف اختلاف عدد أصفار الكتاب المقدس الرد على اختلاف عدد أصفار الكتاب المقدس وهو زي ما وضحت أنه بعد ما جاء اليهود من السابي عزرة جمع الأصفار اللي كانت متاحة كانت تسعة وتلاتين سفر بس تقسمتهم الأديمة اللي هما الاثنين وعشرين بعد كده تقسم ملوك لكتابين سمويل لكتابين أخبار لكتابين وهكذا وقضاء لكتابين قضاء ورعوس وهكذا كويس لكن كان فيه كتابات تكتبت أثناء السابي زي طبيا ويهودية وحاجات زي كده وفيه كتابات ما كانشوا ليحقوا يجمعوها بعد ما رجعوا من السابي في نصفة عزرة وفيه كتابات تكتبت بعض عزرة زي ماكابين التاني وتكتبت كمان باليوناني ما تكتبتش بالعبري فدولا كلهم اتجمعوا وتحطوا مع النسخة السابعينية اللي هي الترجمة السابعينية اللي اتعملت في القرن الثالث قبل الميلاد لما الرب يسوع المسيح وتلاميذ جم كانوا موجود النسختين موجودين النسخة العبري التسعة وتلاتين سفر والنسخة السابعينية ستة واربعين سفر وكانوا بيقتبسوا منها وعشان كده رجع لملف اكتباسات العهد الجديد من العهد الأدي اللي حصل ان اليهود لقوا ان المسيحيين بيبشروا يهود الشتات المتكلمين باليونانية بالترجمة السابعينية فقرر اليهود في مجمع جاملية اللي اتعاقب من سنة تسعين ملادية وما بعدها ان هما يتبروا من الترجمة السابعينية اللي بتستخدم للتبشير لليهود في الشتات المتكلمين باليونانية او القارئ اليونانية اللي معرفوه شيئر عربي فقرر اليهود بعدها ان يعملوا ترجمات اخرى يحرفوا فيها فعلا المعنى زي ترجمة اكلة وسيماخوس عشان يبعدوا تطبيق النبوات على الرب يسوع المسيح المصري فلم عملوا كده واتبروا من السابعينية بقي موجود النص العبري التسعة وتلاتين النص السابعين ستة واربعين لكن اليهود ما عندهمش غير العبري بس التسعة وتلاتين لعن السابعينية اللي فيها بقية الاصفار وبعض الاصفار اللي اتكتبت بيه اليوناني ديها كانت خلاص بالنسبة لهم المرفوضة الكنيسة وقبائ الكنيسة استمروا بيستخدموا النص السابعين سفر لغاية يعني القرن القمستاشر وطبعا وما بعده في القرن الخمستاشر طلعت صيحة ان احنا نترجم من الاصل ما نترجمش من ترجمة ما نترجمش من السابعينية لأن ترجم من العبري المحاولة دي تمت في القرن الرابع فالقديس جيروم على سبيل المثال ترجم اعداد العهد الكول اصفار العهد القديم من العبري التسعة وتلاتين والسبعة اللي مش موجودين في العبري اللي موجودين في السابعينية ترجمهم وحطوهم مع بعض في الفولجادة لكن في القرن الخمستاشر رفضوا يترجموا اي سفر من اليوناني وأقر وأصروا يترجموا من العبري وبس فبقي موجود الترجمات اللي هي من التسعة وتلاتين سفر ده اللي حصل وابتدى ينتشر فالمسيحين لأم لم يضيفوا لأن احنا ما ضفناش أي أصفار عندنا نسخة تسعة وتلاتين والستة واربعين موجودة من قبل الميلاد ولا المسيحين حزفوا ما هم النوردي عندهم النسخة العبري ستعة وتلاتين فلا الأورثوزوكس والكاثوليك أضافوا سبع أصفار طي عمره ما حصل ولا انتجد قرن من القرون ما كانش موجودين وأضفناهم ولا انتجد أن البروستانت أحزفوهم بس أصروا يتمسكوا بنسخة عبرة عزرة العبرية اللي هي تسعة وتلاتين اللي مفهاش السبع أصفار اللي كانت في السبعينية ده كل القص والكنيسة الحباشية برضو شريحة بالتفصيل ارجع إلى ملف عدد أصفار الكتاب المقدس وحتلاقي الإجابة التفصيلية وبرضو ارجع إلى ملف مجمع جامنية وحتلاقي أيضا إضافات كتيرة جدا فيه فقادي موضوع اللي هو عدد الأصفار والقصة التاريخية بتاعتهم وهكذا وأيضا اكتب مجمع جامنية وحتلاقي الموضوع تفصيلا فبالملفين دول عدد الأصفار ومجمع جامنية هيكون الموضوع كمعته وشملته تماما ولقيت الأدلة بالمراجع اليهودية على فكرة في هذا الأمر ربنا يبارك حضرتك مستهز بيلي جراهم نعمة وسلام رب المجد سلام المسيح عزيزي ما رأي حضرتك فيه تطعيم طيب ما أنا قلت الموضوع ده كتير جدا بص أخي الحبيب عشان رأي حضرتك أنا بقول باستمرار الفوائد أمام الأضرار طبعا للأسف مش رديني دون المعلومات الكافية ولما يطلع عرض مردوش يقولونا نسبته قدية يقولولنا very rare وبس وعما ده ما ينفعش مفروض تقلينا النسبة فما أقدرش أقول لحضرتك اكتب بس كلمة تطعيم في الموقع وهيطلع لحضرتك أكتر من ملف على سبيل المثال التعليق على الكوفيد 19 وجابت أسئلة التطعيم وعلاقته بالشريحة الزكية لا بوضح لا فيه شريحة زكية ولا غيره في التطعيم لكن التطعيم فيه أضرار أكتر من كون الشريحة الزكية والإجابة بالضبط على السؤال لحضرتك بتسأله هل نأخذ تطعيم الكوفيد ولا لأ وبوضح الأخطار والفوائد والسن إيه بمشاكل إيه اللي يقدر ياخده والسن إيه اللي مفروض ما ياخدهش فهتلاقي الإجابة هنا ويستشير الطبيب بتاعك وهو أحسن واحد يقدر يساعدك في تحديد هل الفوائد أمام الأضرار تستاهل ولا ما تستاهلش ده باختصار شديد جدا عزيزي أي دواء بنيفت ريسك ريشيو فايدة وضرر لو أنت حتلاقي الضرر أكتر من الفايدة ما تاخدهش لو حتلاقي الفايدة أكتر من الضرر بتاخده كل واحد موقفه إيه الصغير في السن الكبير في السن عنده مرض ما عندهش مرض ده اللي بيحدد البنيفت ريسك ريشيو ارجع للملفين دولة واسأل الطبيب بتاعك وربنا يعينك أخويا الحبيب ويصلي وربنا اللي يرشدك عزيزي أستاذ علي نعمة وسلام رب المجد أشكرك عزيزي بتقول هل سليمان نبي أنا أقول نبي أشكرك عزيزي لم يكن القتاب المقدس لفظ نبي على سليمان فكان بيلقبه بملك زي ما كان بيلقب داود ملك لكن سليمان لأنه ذكر نبوات كثيرة في سفر الأمثال وفي طبعا سفر الأمثال شهير جدا النبوة الأمثال تمانية وغيره وأيضا في سفر الجامعة وطبعا في نشيد الأنشاد دا معروف أنه هو نبوه عن المسيح العريس فلذلك لأنه سليمان ذكر نبوات انطبقت على الرب يسوع المسيح فهو نبي حتى لو الكتاب المقدس ما قالش عليه نبي لفظا ولكن لأنه ذكر نبوات فهو يقيم كنبي ولذلك هو عند اليهود نبي دا الإجابة باختصار فياس سليمان نبي أخويا الحبيب ربنا أرجع إلى النبوات الموجودة في سفر الأمثال وفي سفر الجامعة وفي سفر نشيد الأنشاد وحتتأكد من هذا الأمر ربنا يبارك حضرتك أستاذ كيرو نعمة والسلام رب المجد بتقول كيف يكون إبليس في الجنة ويضل آدم مع أنه سقط وعنده سقوط عق طيب بص أخويا الحبيب الجنة المشكلة أنه نحن متأثرين بالفكر الإسلامي الجنة ما كانتش في السماء الجنة أرضية الجنة دا عبارة عن جنينة حلوة جدا جميلة خلقها ربنا لآدم وحواء على الأرض فلما سقط إبليس من السماء طيب هو سقط إلى الهواء ده رئيس سلطان الهواء زي ما بيقول الكتاب المقدس فلذلك هو موجود ويقدر يغوي آدم وحواء اللي موجودين في الجنة على الأرض ده باختصار أخويا الحبيب بتقول عند السقوط عاقب الله آدم بأن يأكل من عرق وجهه وحواء ستتعب حين تلت إذن مع عقاب إبليس اللي هو طرابا يأكل وطرابا ده مش مقصود بيها الحية وبس طرابا مقصود بيها إبليس نفسه ارجع إلى ملف أخويا الحبيب في سفر التكوين إصحاح 3 وكتب كلمة الحية وحتجد الإجابة اللي هي في ملف لماذا لعنت الحية الحية واللي بوضح فيه أن كل اللعنة اللي مكتوبة على الحية هي مقصود بيها الشيطان ففي ملف لماذا لعنت الحية وماذا نبها الكلام مقصود بيه الشيطان فالشيطان هو اللعنة دي توضعت عليه أنه يسحف مش مقصود يسحف بمعنى أنه فعلا ما يبقاش لي أرجل ولكن المقصود بي لانحضار المكانة يأكل تراب ده تعبير معروف جدا في كتاب المقدس أعداء ويلحصوا التراب ده مع تعبير عن المهانة فاللعنة الموجودة دي لعنة للشيطان وليس المقصود بيها الحيوان الحي فهمني وحتى يقول يعني يؤكد الحياة القديمة إبليس والشيطان ده في سفر الرؤية فاللعنة الأولى لآدم اللعنة الثانية لحواء واللعنة الثالثة للشيطان ده باختصار شديد وحتلاقي الملف ده جاي بأدلة كتابية من الكتاب المقدس اللي بيؤكد هذا الأمر أخويا الحبيب أشكر حضرتك جدا على السؤالين والأشارتي اللي حضرتك للملف التفصيلي ولكن أتمنى الإجابة المختصرة جدا دي تكون كافي لغاية ما تقرأ الملف التفصيلي ربنا يبارك حضرتك أشكر حضرتكم جدا ربنا يبارككم وطبعا باخد بركة كبيرة من أسئلتكم ونتقابل يوم الثلاثة جاي نشعر بنا ودبر وأسف لو اختطف شريط ترجمة نانسي قنقر